في مثل هذا اليوم قبل خمسمائة سنة دخل الجيش العثماني الأراضي السورية بعد انتصاره في معركة مرج دابق فهل دخول الدبابات والمركبات العسكرية التركية هل أراضي السورية مجرد صدفة؟ يتسأل البعض توقيت بدء عمليات درع الفرات مبرر بالمنطقة التركية فأنقرة استبقت محاولة محتملة لميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية للسيطرة على جرابلوس بعد أن استرجعت من بيج من داعش أهدف أنقرة كانت واضحة قبل بدء العملية وعند الإعلان عنها الجيش التركي شنى عملية للقضاء على المنظمات الإرهابية التي لا تقتصر على داعش فالخطر الكردي أكبر اليوم قامت قواتنا بعملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا وليس داعش فحسب تلك التنظيمات التي تهدد أمن واستقرار بلادنا من خلال القيام بهجمات على بلدتنا الحدودية لقد نفذ صبر ناتجها ما يقومنا به التدخل التركي في الأراضي السورية لم يثر حفيظة النظام السوري بقدر الأكراد فالمتحدث باسم الميليشيات اعتبر ذلك اعتداء سافرا على الأراضي السورية بركته طهران ودمشق لكن الأهم رفض الوحدات لانسحاب من شرق الفرات واستقواؤها بالولايات المتحدة التي تدعم قوات سوريا الديمقراطية رفض لا يعني شيئا لتركيا التي كان وزير خارجيتها واضحا عندما قال إنه على وحدات حماية الشعب الكردية مغادرة شرق الفرات فورا وإلا فإن تركيا ستتخذ الإجراءات المناسبة لذلك ليحيد الكرة إلى ملعب الأكراد بوضع رداء الشرعية الدولية على تدخل تركيا بقوله إن عملية جرابلوس جزء من مجهود التحالف الدولية حركة ذكية لتبرير استهداف أنقر أكراد سوريا الذين يقضون مضجعها أكثر من داعش في عملية يفترض أنها للطارد داعش من جرابلوس سيطرة المعارضة السورية على جرابلوس مسألة وقت فقط وستتقدم عناصر الجيش الحر ووحدات قوات تركيا خاصة بدعم جوي من طائرات التحالف لكن تدعيات هذا الانتصار السريع قد لا تكون بحجمها عجلا أم أجلا سيصدم الجيش الحر بالأكراد وستضطر الولايات المتحدة حينئذ للاختيار بين روج آفا وأنقرة التي يبدو أنها تعتمد على شهر العسل الجديد مع موسكو